على الرغم من ارتفاع مناسب المياه وعدم تخزينها وانقطاع الكهربائي جعل المواطنة الانبارية يطالب بانشاء سدود وخزانات لتوليد الطاقة الكهربائية لتوفير المياه للمزارعين أبو نور أحد المواطنين الساكنين في منطقة الحوزي ناشد محافظة الانبار بتعويضه نتيجة تضرره من ارتفاع منسوب المياه وما تعرض له منزله من دمار أناشد سيد المحافظ وأناشد إبراهيم العوسجي قايم مقام الرمادي باني ينظرون بحالي يشوفون هذا الماي منسوب الماي يصعد يصعد على بيتي وانا ماذا عندي لا غراض ولا شيء وهذه غراض هشوفت عنكم كلها راحت ولا عندي راتب ولا عندي شيء ولا عندي لا حول ولا قوة وأنا بلوا بيكم أكد مدير سدة الرمادي ارتفاع منسوب المياه نتيجة مخزون بحيرة الحبانية لتساوي المياه مع سدة الورار فضلا عن تجاوز الأهال على حرمة نهر الفرات لا سيما إنشاء السدود يحتاج إلى عوامل علمية وارتفاعه لتغذية المناطق الجنوبية نتيجة الجفاف خلال الأعوام الماضية هم إنشاءات هم استغلوها لأغراض الأخرى داخل مجرى النهر لذلك يعتقد العالم بأنه هناك ضرر للمواطنين ولكن بالحقيقة لم يكن ضرر من النهر على المواطن وإنما بسبب تقرب المواطن إلى النهر ودخول في محرمات النهر حاليا إدارة مشروع تقوم بتوزيع المياه بشكل وفق خطة تأتينا من المركز الوطني بما يضمن بما يضمن الاحتياجات داخل محافظة الأنبار وإيصال هذه الإرادات إلى المحافظات الجنوبية ويرى مراقبون ارتفاع مناسب مياه نهر الفرات لتبقى الأنبار متجهة صوب مشاريع ضخمة تنقض المدينة من هلاك أهلها وتضمن للمزارعين زراعة دائمة من الأنبار نور الدين العبيدي قناة التغيير